يوم مش عارف ايه بتاع وإحنا كذا ولأ ده مش كذا ولا حد فتح بقه لأنه اللي حصل مبارح كان كاشفاً كاشفاً مش للماتش لموسم طويل من وهم بيصدروا للناس ايه المؤامرة أصلا فيه مؤامرة لولا المؤامرة كان الزمالك عمل حاجات عظيمة جداً داي خلينا بقى في المؤامرة لغاية من موت ولغاية من النادي ده يعني يبيع اللي وراه اللي قدامه ولعبته كلها تتباع في مزاد وهو المطلوب اللعبة تتباع ما هو هو النهاردة أنا أو أنت كم يوم شوية كده هيجوا اللعبة أقول لك إيه يا كابتن معلش بقى أنا عايز أروح أقام مستقبلي وعندك فيه كم نادي قاعدين مستنيين بس عدي جنبينا زي الأخ إمام معشور كده والمام معشور ده أنا قلتلكه هنا الفيديو موجود معدي عامل ملايين دلوقتي للناس راح تشوفوا تاني كبري مجرد كبري عشان يروح بعد كده وفجأة النادي الآلي لا يا جماعة أصدامش ابن النادي لما يجيش تمنى مرة كده ولا بتاعه جايز ما كانش يقصد طبع عشان إيه دعه يعمل دعه يمر لا ده لو رمضان صبحي كان يبقى حاجة تانية إنما ده مش بتاعنا غلط يا عم وما يقصدش يعني إمام عشور لما غلط في الآلي حصل إيه يعني وكاني الآلي نقصه إمام عشور إنما طبعا بكرة وبعده هتشوفوا تاني وتالت ورابح مهم معنا نقدر يالي